السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا عبدالرزق تكشف علاقة شقيقها بوفاة والدها لايكم وطبع شيني وصلكو كل جديد اكدت الفنانة غدا عبدالرزق ان شخصية عيدة في مسلسل صدى العقارب بتشبهها كتير وانها حاولت طول حياتها انها تثبت انها بنت اللي بتقدر انها تحقق حاجات كتير ومش شرط ان يكون الولد افضل من البنت كملت كلامها مع لميس الحديدي وقالت طول الوقت كنت بحاول اثبت لأهلي النقوية كان عندي اخ صغير اتوفى اسمه خليل وهو ولد واحد كان مميز جدا عننا عشان هو الولد الوحيد وكان سبب في موت ابوية كملت كلامها وقالت والدها كان بيترفع في قضية الوفد في مجلس الدولة وقبلها بيومين صدم شققها ولد بعربيته ما كانش عاوز يقول لبابا الولد فين وكانت فيه خناء او بابا كان داخل على خليل غرفته يضربه وبيقول له قللي الولد فين وبعدين الحمد لله طلع ان الولد ما كانش ميت بس بابا خلال جلسة الوفد جاله هبوط في الدورة الدموية ووقع في المحكمة وجاله جلطة وميت وانا وقتها كان عندي 12 سنة ومن وقتها كنت بثبت اني اقدر اقيم الاسرة دي وضحت غادة انها بدأت تشتغل وهي عندها 21 سنة من خلال الاعلانات وما كانش التمثيل في خطتها وقالت ان اهلها رفضوا عملها في الفن وده من بداية الموضوع وقالت موما وقعت وتعبت بس انا كنت عنادية وفي بداية مشواري قالوا لي هتفضحينا وهتبقي كنبارس وقلت لهم في يوم من الايام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم وبكده وصلنا نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة